نفذت لجنة برلمانية زيارة إلى وزارة النقل للإقتلاع على سير العمل في الوزارة والقطاعات التابعة لها ومدى حرصها على تطوير مستوى أداء موظفي ومتسبي مختلف القطاعات والمرافق الخاضعة لإشرافها وعلى أهم الشيزيارة عقد اجتماع استعرض فيه وزير النقل دكتور عبدالسلام حميدة ما قامت وتقوم به قيادة الوزارة من جهود في سبيل إعادة توحيد عمل مختلف قطاعات الوزارة والوحدات والمرافق والمؤسسات والمصالح الخاضعة لإشرافها متطرقا إلى أبرز المشاكل والصعوبات التي واجهت الوزارة خلال الفترة الماضية وطالب وزير النقل اللجنة بمساعدة الوزارة في نقل مركز التفتيشة لميناء جدة إلى ميناء عدن والعمل على وضع وديع تأمينية مخصصة لتقفيد كلفة التأمين البحري على السفن القادمة إلى الموانئ في بلادنا والتي هي في مراحيلها الأخيرة للتنفيذ بالإضافة إلى مشكلة السفن المتهالكة الموجودة في المياه الإقليمية وخطر وجودها على حركة الملحة